بسم الله الرحمن الرحيم يسعدني التحدث اليوم معكم في مجال التعليم والبيئة المستدامة قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر فالله سبحانه وتعالى خلق الكون متكامل ومتوازن طبعا حدثت أحداث كثيرة في الكون أدت إلى بعض الخلل في البيئة فمن هذا المنطلق ومن منطلق أننا نصون بيئتنا لأنها لا يتجزأ من بلادنا وتراثنا وتاريخنا ولقد عاش أجدادنا في برها وبحرها ولم يتأتى لهم ذلك إلا لأنهم أدركوا قيمة الحفاظ عليها فأخذوا منها ما يحتاجونه لعيشهم وحافظوا على خيراتها للأجيال التي تأتي من بعدهم مقولة الشيخ زايد الله يرحمه حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة واجب وطني له أطره المؤسسية وتشريعاته المتكاملة وآلياته المتطورة مقولة الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله طبعا اليوم نحن بيكون حديث نحول التعليم والبيئة المستدامة هذه الفئة لها أهداف أهدافها تعزيز رؤية الدولة نحو البيئة المستدامة تتكامل هذه الأهداف مع رؤية حكومة أبو ظبي 20-30 الاستمرارية في تحسين الأداء البيئي وتخفيض البصمة البيئية غرس القيم والسلوكيات البيئية الإيجابية لدى أبناء الطلبة وإبراز ونشر الممارسات والتطبيقات البيئية المتميزة من ضمن الشروط الخاصة بالترشح لمجال التعليم والبيئة المستدامة يجب أن يحرص المتقدم أو المرشح لهذه الجائزة أن يقدم ما يعزز الثقافة البيئية والتطبيقات المستدامة والسلوكيات البيئية الإيجابية من خلال برنامج أو مشروع أو حملة يعني مطبقة فعليا فإذن مراعاة الثقافة مراعاة تطبيق هذا المشروع وتأثير هذا المشروع على السلوك البيئي أي بما يعني غرس القيم والسلوكيات البيئية الإيجابية لدى أبناءنا الطلبة وأن يكون هذا البرنامج أو المشروع متميز إذن مختلف عن غيره به إضافة جديدة وذاصلة بوثيقة بيئة تعليم كما يجوز للفرد أو المؤسسة الاشتراك بالجائزة سنويا إلا في حالة فوزه بها فلا يحق له التقدم بعدها ما هي معايير المفاضلة والتميز لمجال التعليم والبيئة المستدامة؟ طبعا يحرص المتقدم في هذه الجائزة على التخطيط الجيد والتصميم الممتاز للبرنامج والمشروع أو الحملة أو البرنامج أو المشروع أو الحملة تنفيذ يعني أن يكون هناك جودة في التخطيط والتصميم أن يكون هذا المشروع أو البرنامج نفذ وطبق فعليا وبجودة أيضا وأن يكون لهذا البرنامج أثر على الفئة المستهدفة إذن يجب تحديد الفئة المستهدفة هذا طبعا في التخطيط أو التصميم بما يؤدي إلى آثار واضحة ومقاسة على المستهدفين وآراء المستهدفين من البرنامج أو المشروع أو الحملة وخصوصا الطلبة إذن كل هذه الأشياء هي تتكامل مع بعضها البعض ومدى تحقيق البرنامج أو المشروع أو الحملة للأهداف المرجوة فإذن لكل هدف يجب أن يكون هذا الهدف له مقياس لأنه بالأخير أنا بتأكد هل هذا الهدف فعلا تم تحقيقه أو لا فإذن يجب وضع مقاييس لكل هدف من الأهداف اللي وضعت لهذا المشروع وأهم نقطة وهي حسن استخدام الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف طبعا ما دام إحنا نتكلم عن البيئة والبيئة المستدامة فإذن علينا مراعاة الموارد التي استخدمت في هذا المشروع أو الحملة أو البرنامج بحتى تكون متوائمة وتكون صديقة للبيئة وتجنب الإسراف أو الاستهلاك للموارد بما يكون المتقدم حكيم جدا ومراعي لهذه الجوانب الجائزة يحصل الفائز في هذه الجائزة على مكافأة مالية قدرها 100 ألف درهم كما يحصل على درع جائزة خليفة تربوية وشهادة تميز عن مجال التعليم والبيئة المستدامة لو قلنا ما هو التعليم البيئي بشكل مختصر هو نظام تعليمي يهدف إلى تطوير القدرات والمهارات البيئية للأفراد والجماعات والذي من خلاله يحصلون على المعرفة البيئية والتوجيهات الصحيحة واكتساب المهارات والسلوكيات اللازمة للعمل بشكل فردي أو جماعي في فهم القضايا البيئية بصورة عامة وتحديد وحل القضايا البيئية المتعلقة بأنشطتهم بصورة خاصة يعني بشكل مختصر هو نظام هذا النظام يطبق في المدرسة أو في الجامعة أو في المؤسسة التعليمية يهدف إلى تطوير القدرات والمهارات البيئية لدى الأفراد أو الجماعات ويحصل من خلاله الشخص على ثقافة بيئية ومعرفة بيئية ويتغير في سلوكه طبعا عندما يحصل على المعرفة والمهارة لا بد أن يؤدي إلى تغيير في السلوك إلى الأفضل وهو لا المستهدفين هم إما أفراد أو جماعات وهذا يسهم في تحديد المشكلات البيئية أو القضايا البيئية التي تحدث في بيئة الشخص والاقتراح الحلول المناسبة لهذه القضايا وكل ما يتعلق بنشاط الفرد ولكن ما هو التعليم من أجل التنمية المستدامة؟ طبعا هذا مفهوم أوسع قليلا وهو مفهوم ديناميكي يجتمع على نظرة جديدة للتعليم تدور حول تمكين الأشخاص إذن هناك في التعليم البيئي بشكل عام قلنا أنه يحصل الفرد على المعرفة البيئية والقدرات والمهارات وبالتالي السلوكيات أما التعليم من أجل التنمية المستدامة كما ذكرنا أنه أوسع فإذن هو يدور حوله نعطي الفرد الحرية لكي يعمل في جميع المراحل العمرية يعني أنه أعطيه الفرصة لكي يتحمل المسئولية للمحافظة على مستقبل مستدام وهذا التعليم من أجل التنمية المستدامة يحقق فهم واستيعاب العلاقة المعقدة ما بين الطبيعة أو البيئة الطبيعية والبيئة المشيدة وتفاعلهما مع بعضهما البعض اكتساب المعرفة والقيم والسلوك والمهارات العملية بأسلوب جدي ومسؤول وتوقع وحل القضايا البيئية المتعلقة بأنشطة هؤلاء المستهدفين وإدارة جودة البيئة فإذن إحساس الطالب أو المستهدف بالمسؤولية فعلا فعندما تعطى له الحرية بعد أن حصل على الثقافة والقدرات والمهارات وانعكس ذلك على سلوكه إذن يجب أن يكون داعية للحفاظ على البيئة يكون مسؤول يتحمل مسؤوليته في المجال حوله سواء كان في مدرسته أو مؤسسة التعليمية أو خارج هذه المؤسسة التعليمية إرشادات عامة للتعليم والبيئة المستدامة طبعا جائزة التمييز والإبداع في التعليم والبيئة المستدامة تعتمد على أصالة الفكرة كما ذكرنا هنا يجب على المتقدم أن تكون فكرته مبدعة وأصيلة أي غير مكررة من الممكن أن يطلع على تجارب الغير ولكن لا بد أن يبتكر وأن يضيف عليها هذه واحدة إذن تكون الفكرة مبتكرة ومبدعة وأصيلة وعناصر التخطيط وجودة التنفيذ مهم جدا أن يكون التخطيط مرتب ومنظم وبطريقة جيدة كذلك التنفيذ لا يكون عشوائي إنما يكون بنفس الخطة التي وضعت وبالتسلسل وبالترتيب طبعا في هذه المجال لا بد من الحصول على دعم إدارة المدرسة أو المؤسسة فإذن الفرد لا ينصح بأن يعمل بمفرده لا بد أن يكون هناك مشاركة مع إدارة المدرسة للحصول على الدعم الضروري كذلك وجود رؤية واستراتيجية بيئية واضحة وتصور مستقبلي للبيئة المستدامة لدى المدرسة أو المؤسسة حتى إن لم تكن هناك رؤية أو إن لم تكن هناك تصور مستقبلي للبيئة فالمتقدم لهذه الجائزة يجب أن يكون له تصور واسع أن تكون له نظرة شاملة للمدرسة بحيث هو يضع هذا التصور بالتعاون مع إدارة المدرسة إن لم يكن لها استراتيجية أو سياسة بيئية فهو يتقدم بالاقتراح بهذه السياسة أو الاستراتيجية ويحصل على دعم إدارة المدرسة وهذا هنا نقطة البداية إذن النظرة الشمولية للمؤسسة لكي يحصل على جميع مجالات ونقاط البيئة المستدامة لا بد أن تكون لديه نظرة شمولية وبالتالي استراتيجية وتصور مستقبلي للبيئة المستدامة كما أيضا لا بد من الحصول أو العمل مع فريق وآلية عمل واضحة نلاحظ هناك ممكن الكثير من المدرسين أو المتقدمين لهذه الجازة يفضلون أن يقومون بالعمل لوحدهم وهذا لا ينصح به بل ممكن أن تكون أنت صاحب الفكرة والخطة ولكن لا بد أن يعمل معك فريق لأن الشخص بمفرد لا يمكن أن يؤدي كل شيء فإذا هناك فريق هناك توزيع مهام واضحة جدا ودمج ومفاهيم تطبيقات البيئة المستدامة في مناهج التعليم هذه نقطة مهمة من أجل استمرارية المشروع لا بد أن تدمج المفاهيم أو مفاهيم المشروع في المناهج أو مناهج التعليم لكي تستمر الفائدة من هذا المشروع على مدى الأجيال كما يجب أن يكون هناك أو يفضل وهو ضروري جدا تكون هناك أدوات قياس معتمدة وواضحة لتحديد أثر البرنامج أو المشروع على الفئة أو الفئات المستهدفة قبل شوي ذكرنا الأهداف لا بد أن تكون مقاسة أو قابلة للقياس فإذا لا بد أن تكون هناك أدوات لقياس هذه الأهداف وقياس آليات أيضا التنفيذ للتعرف على كم أثر هذا المشروع وما هو أثر هذا المشروع على الفئات المستهدفة أيضا لا بد من وجود أدلة كافية لتحقيق واستمرارية البيئة المستدامة في المدرسة كأن مثل ما ذكرنا أحد الأدلة هو أن تدمج في المناهج التعليمية مثلا أو أن تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى بحيث نضمن استمرارية البيئة المستدامة توضع بشكل عام مثلا في استراتيجية المدرسة أو في سياسة المدرسة وهذا يضمن استمرارية المشروع أو الحملة أو البرنامج وأيضا وضع منظومة متكاملة للتعامل مع القضايا البيئية المتعلقة بالمدرسة أو المؤسسة والنظرة الشمولية التي ذكرناها وأهمية الشراكة مع الجهات المعنية يعني لا بد أن نتطلع إلى العمل مع المتخصصين في مجال البيئة المستدامة فإذا لا يقتصر العمل فقط بداخل المدرسة أو سواء التخطيط أو التنفيذ أو القياس لا بد من التعاون مع الجهات المعنية مثل طبعا الهيئات البيئية المحلية أو الاتحادية وغيرها أو طبعا المؤسسات الثانية التي ذات العلاقة بالبيئة طبعا هناك كثير من المعلومات التي تحبين أن تطلعون عليها فهو ممكن للطلاع على الدليل التعريفي للجائزة الطلاع على الموقع الإلكتروني للجائزة والاتصال ممكن بالأمانة العامة للجائزة هذا كل من أجل الحصول على الإرشادات والتعليمات ولكن طبعا بطبيعة الحال أحنا نقول أن الشخص المتقدم لهذه الجائزة لا بد أن يقدم عملا مميزا بحيث أن يكون قدوة لغيره من المدارس أو المؤسسات قد يكون حاصل على شهادات مميزة من جهات معنية بالبيئة المستدامة وهذا مفضل جدا جدا فإذن العمل للحصول على جائزة خليفة قد يسبقه إجراءات قبلية مثل ما قلنا ممكن ترتيب البنية التحتية للمدرسة أو وضع أساس للمدرسة تشكيل فرق عمل الحصول على دعم إدارة المدرسة الاتصال بالجهات الخارجية تشكيل فرق من الطلاب لأنه مثل ما قلنا أن المجال هو تعليم وبيئة مستدامة وقلنا الهدف هو تمكين الطلبة من تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات والمشاركة في حل القضايا البيئية بالمؤسسة التعليمية أو خارجها فإذن بدون إشراك الطالب في المشروع أو في الحملة أو في البرنامج لا يمكن الحصول على التمييز فإذن هدفنا الأساسي هو تربية الأجيال هذا هو معنى التعليم فتربية الجيل وإشراكه في العمل وإدماجه في العمل هذا نقطة مهمة جدا جدا أيضا من النقاط المهمة اللي لابد مراعاتها أيضا هو إشراك المجتمع أيضا ممكن أن ينتقل أثر البرنامج أو أثر المشروع إلى المجتمع وليس فقط إلى داخل المدرسة وإذن من الممكن أن تحصلون على دعم كبير جدا من أولياء الأمور وخاصة المتخصصين إن كان هناك ولي أمر متخصص فلابد من إشراكه في هذا المشروع فإذن هناك جهود تبذل من أجل الحصول على هذه الجائزة مثل ما ذكرت وعيد النظرة الشمولية يجب أن تكون للمعلم نظرة شمولية للمدرسة ما هي العناصر أو عناصر البيئة المستدامة إذن أنا أخذ خلفية ثقافية أو معرفة عن بيئة المدرسة ماذا تعني البيئة المؤسسة التعليمية المستدامة أنا أول أتعرف على هذا الشيء ثم أتطلع إلى ما هي نقاط الضعف الموجودة عندي التي تحول ما بين البيئة المستدامة فما هي الفجوات؟ أستخرج هذه الفجوات ثم فيما بعد أفكر في مشروع متميز جدا قد يكون طبق في خارج مدرستي أو خارج مؤسستي ولكن مثل ما قلنا نضيف عليه وإضافات مبدعة ومبتكرة وله خصوصية أن يخدم مشكلة عندي بالمدرسة وهذا مهم جدا جدا ويتواعم ويتكامل مع أهداف أيضا مجلس أبوظبي للتعليم أهداف الجائزة أهداف حكومة أبوظبي أهداف المؤسسات البيئية لأننا كلنا نسير في خط واحد من أجل التنمية المستدامة فإذن علينا أن نحط هذه الاعتبارات في ذهننا عندما نريد أن نقدم أي عمل أو أي مشروع أو أي حملة ونتجنب في تقديم الوثائق أو المشروع نفسه من تكرار الكلام الكثير واجهتنا خلال التقييم أن المعلمين أو المتقدمين للجائزة التكرار والكثير من التكرار وطبعا هذا قد يقلل من كفاءة الجائزة ننصح أيضا المعلمين بالاطلاع على المواقع التعليمية وعلى المشاريع العالمية مهم جدا أن الواحد يطلع على المشاريع العالمية لكي يتوسع الأفق لديه وبالتالي يسقط هذه المشاريع التي أو الأفكار التي أخذها من الخارج على الواقع الذي يعيشه في أبوظبي أو في مدرستة طبعا بشكل عام من بعض المراجع التي ننصح فيها طبعا المحلية مثل ما أنتم شايفين الذي هو موقع هيئة البيئة أبوظبي موقع المدارس المستدامة الذي هو فيه هيئة البيئة أبوظبي طبعا هذا كله على نفس الموقع موقع المسابقة البيئية السنوية موقع أبطال الإمارات وهذا على الموقع الإلكتروني لجمعية الإمارات للحياة الفطرية وأطلس التفاعلي موجود على موقع هيئة البيئة أبوظبي وبيئتي وطني أيضا موجود على موقع جمعية الإمارات للحياة الفطرية طبعا هذا قليل جدا 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 من المصادر اللي ممكن أن تطلعون عليها للمرة الأخيرة أذكر بأن قبل التقديم أو التفكير في أي مشروع لا بد أن الشخص يكون عنده ثقافة ومعرفة في ما هو التعليم البيئي ما هي التعليم من أجل البيئة المستدامة ماذا تعني البيئة المستدامة فلذلك إذن علينا الإطلاع والقراءة والثقافة ثم التفكير في المشروع والتقديم للمشروع بالإضافة إلى الإرشادات اللي ذكرناها وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والعمل الجاد من أجل الحصول على التميز ومن أجل الحصول على جائزة خليفة التربوية في مجال التعليم والبيئة المستدامة وفقكم الله وشكرا لكم